احنا وصلنا قبل الفاصل ان احنا نعرف الحلم اللي اتنقل ما بين سيد محمد زكريا وما بين احمد عادل الحلم بقى كان ايه وازاي نقلتول بعض انا اتفانت مع احمد قبل ما ينام قلتوله يا احمد انا هبعث لك حلم انا بس مش عايزك تفكر في اي حاجة وبكرة اول ما تقوم منهم اكتب انت حلمت بايه فاحمد حتى قال انا بقلي فترة ما بحلمش فتقلتوله هتحلم النهاردة بازني لاي انا هتحلم المهم انا الموضوع ده اخد مني جهد شوية لاني كان لازم التجربة بإذن الله تنجح لاني ما كانش معنا غير يومين بس وهنطلع هوا في البرنامج فبدأت اعرفت احمد نام الساعة كام وبدأت ابعث له الحلم وهو الحلم كان عبارة عن ان انا تخيلت احمد طبعا احنا جينا الصبح واتصلت به طوله بص يا احمد انت حلمت بكذا كذا 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 طوله انت كتبت اللي انت حلمت به قال لي قال طوله انت حلمت بكذا كذا 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 حتى هو كان مستغرب انا بعث له حلم ان احنا موجودين في مكان المكان ده عبارة عن زي ملعب وبنلعب كورة وانا عمال اقوله هتخس يعني هتخس وعمال يعني ايه ابعث له طاقة قوي وهو فضل يجري كتير جدا وبعد كده جلنا واحد بعربية اسمه ابراهيم شهين ده اللي بيعمل الفيديوهات بتاعتها اليوتيوب فابراهيم شهين خدنا بالعربية وقال لي تعالى علشان فيه محاضرة مهمة جدا وروحنا بالعربية في قاعة كبيرة جدا قاعة الازهر للمؤتمرات ودخلنا جوا كان المفروض فيه هنشوف هناك مدرب تنمية بشرية بيبدأ يتكلم ده الحلم اللي انا بعثته هو بقى يستقبله بس في اختلافات بقى بسيطة انت استقبلت الحلم ده اه استقبلت هو كان زي ما مستوى محمد اتكلم قال لي كلمني قبل ما اتنام بالليل كلمت وقال لي عبعت لك حلم وحاولت فضي زهنك شوية عشان فضي امتحنات وضغطه وكده عشان تغير سابق الحلم نمت تمام على فكرة احلمت باربع احلام مش واحد والاربع كان هو فيه بس كان في واحد منهم هو اللي بعته كان واحد هو فيه تفاصيل بالزبط الجاري هو وصل على هيئة ان احنا كنا في مكان زي ملاهي وكنا بنجري فيه اللي هو بعتولي اصلا ان احنا بنجري بقول لي عشان تخسه وكده استقبلت الاول احنا قالك في الحلم انت تخس لا هو بعته اللي هو بعته لي يعني النسبة كان في المية اللي هو قاله كان صحيح لما جالك في الحلم 90% عشان فيه اختلافات بسيطة قوي سؤال بقى تقوله ازاي بص يا دكتور عمر احنا عموما اي حد بنفكر فيه بشعور وأحاسيس بتنيل من جوانا موجات كهر مغناطسية بتروح للشخص ده اللي هي فكرة مثلا افكر فيك فتحس ان انا جيت على بالك مرة واحدة فتتصل بيك يعني انت ممكن لو حبيت بقى تخلي مثلا عشرة يحلموا فقط واحد همما يسرقوا بنك ممكن تعمل فكرة طب البنك معلوش امن لا انا بتكلم عن فكرة انا بتكلم عن فكرة انك انت تخلي عشرة يفكروا في نفس الحياة ما انا هقول لحدك حاجة طب هو معنى كده هل معنى كده ممكن مسلا اقول لحمة دي قتل نفسك فيقتل نفسه احنا عندنا فيه كذا حاجة فيه اولا الطاقة السلبية لما بعت لحد طاقة سلبية ماشي بقانون القرمة بص بحاما